السلام عليكم معاكم اسماء ابراهيم النهاردة وصفة جديدة وفيديو جديد النهاردة هلعمل مخلل اللمون من قشر اللمون مش هترمي قشر اللمون تاني خالص هتعملي به احلى مخلل تكليم على الاكل اصبوع واحد بس او اربع لخمس ايام وهتفتح عليه تكليم على الاكل بتاعك طعمه لذيذ جدا يلا بينا عم اديره طريطة التحضير اول حاجة هجيب قشر اللمون بتاعي هتديله غسلة كويس الاول وهغليه على النار في لتر ميا طبعا مش هرمي الميا بتاعته اللي اتغلى فيها هنا جبت معلقة شطة ومعلقتين ملح ورشة عصفر صغيرة جدا حطيتها على قشر اللمون بتاعي طبعا قشر اللمون مش هيستوز توقتي يعني هيغلي حوالي عشر دقايق او ربع ساعة مسلا لا ربع ساعة كتير اتناشر ديها مسلا وبعد كده هاصل الميا اللي اتبقت منه زي ما انتو شافين اهيف البولة هنزل القشر اللمون بتاعي في البرتمان وبعد كده اه احط علي الميا اللي تلعت ملو اه بتاعت اللمون ديت هتدي طعم جميل جدا برضو للمون بتاعي اه هحط اللمون زي ما انتو شايفين وهبدأ احط اللمون كله لحد ما خلص الكمية بتاعتي وهنا احط عصرة لمون صغيرة بس عالوش عشان تحفظه ما يخلوش يعفل معايا ويعمل طبقة الفونية وحطيت نصر معلقة شطة وحط اللساء للمون بتاعي اه طبعا ده اللي قصر منه اللاتر ان انا كنت حطاه على الغلية وحطيت اه يعني حوالي معلقة صغيرة طوم وبعد كده هقفل البرتمان كويس وارجو كويس عشان طبعا المكونات تتغلغل في اللمون كله اه زي ما عرفت كولتليك يعني مش هاخد اربع خمس تيام وهتقدر تفتحها عليه وبس وهي دي وصفة النهاردة جربوها من البوائي هتعمله احلى وصفة ومش هترمو اشر اللمون تاني اه اكلامة اناسك شوية اه وفي الوقت ده هكون حطتها في التلاجة حوالي مثلا خمستاشر دقيقة او عشرين دقيقة اه وهنزل بيها طبعا في الشوكولاتة بعد ما تكون سئعت وطبعا بعد ما غلفها بالشوكولاتة ارجع تاني برضو سقحها تاني اهو زي ما انتو شايفين